كيف نفذ مؤمن النطاح من عوالم القصيدة إلى فضاءات الإعلام من خلال برنامج ضي القمر على قناة MBC على العراق والله هذا السؤال يوجه إلى الأستاذ قسامة الشرقي وأوسي الشرقي ويوجه إلى مكتب أربيل تحديدا تحياتنا إلى مكتب وتحياتنا إلىهم حقيقة أنا مثل ما أنحاشيها قبل أنه تم الاتصال بي على هذا الموضوع وكنت أجهلة تماما لم يكن لي أي تخطيط أنه أنا أريد أروح باتجاه تقديم البرامج كنت ولازلت أعتقد أن لي في الشعر حكاية ما زالت تروى ومستمرة وما حبيت حقيقة أن أترك هذا المجال وأولج مجالا آخر ربما يكون جديد علي وربما يأكل من جرفي كشاعر وربما لا أبدأ فيه كما أنا قد يكون تمرست في موضوع الشعر ولكن قدرتهم على الإقناع فاقت قدرتي على الرفض والحمد لله كان البرنامج في موسم الأول مهم وحقق حضور عند الناس وفاد في جائزة الهلال الذهبي كأفضل برنامج رمضاني في دورة الخين و19 سيد مأمون بس هذا البرنامج أعداده مزعج متعذ يعني يتعمق كثير بتفاصيل ويدقق على الضيوف شلون عديت هذه المرحلة وقدمت هو الكلام صحيح أظن الأخوة عندما أكملوا أعداد البرنامج كان يبحث عن شخص يعرف شيء عن كل شيء وأعتقد خياراتهم كانت محدودة لأكثر من سبب منها أن الشخص لازم يكون عنده ثقاقة عامة ويتمتع بحضور معين وربما ما عنده خوفه من الكاميرا وربما لازم تكون عنده خبرة أنا حقيقة ليش وقع الاختيار عليها والله ما أعرف بسيطت لك في بداية الحديث يعني أتمنى أن يوجه هذا السؤال للتاب أو في الشر فعلا شخصية حلوة وعندكها رزمة ويستاهل كل الخير طيب أستاذ مأمون شيء تختلف ضي القمارة عن الموسم السابق والحالي شو مختلف بيه يعني هو أحنا ما نقول نختلف ولكن أحنا تدري أنت لما يكون عندك موسميا رح تصعب عليك العملية لأن المتلقي متلقي حذق وذكي وبالتالي رح توجد يعني تتوجد عندك مقارنات ما بين الموسم الأول والموسم الثاني فأحنا حرصنا على أن يكون الأداء تصاعدي سلم النجاح يعني فيه صعود الموسم الأول ربما اشتغلناه بسرعة الموسم الثاني كنا أكثر أريحية طبعا جلسنا في موضوع الفقرات شفنا أي فقرة تحتاج تجديد جددنا بعض الفقرات البرنامج للأمانة من الناحية الأخراجية وحتى بعض الأسئلة الضيوف حاولنا يكونون الضيوف أكثر تنوعا أنا صارت أندي ارتياحية لأنني تعودت على الأجواء صارت أندي ارتياحية أكثر وفسح لي المجال أكثر بالتصرف أنا كمؤمون كمقدم كمحاور أنه أطرق أبواب ربما ما كنت أطرقها في الموسم الأول طيب بسؤال أخير ماذا يعني لك الفوز بجائزة الهلال الذهبي في رمضان السابق تحياتنا إلى المنظم الساب حيدر النعيمي هل خلنا نقول ستعمل على تجاوز هذا المهرجان إلى مهرجانات أخرى أعلى أو أكبر أو عالمية بهذا البرنامج تحديدا نعم تحياتنا إلى الساب حيدر المهم كان حقيقة في يعني تعرف أنت لما تكون جاي من خل نقول أنت ممثل أو أنت ربما مطرب وتجي على التقديم تقديم عالم آخر يعني عالم آخر يعني يختلف نهائيا عن كل اللي عشته سابقا فعندما تبرز فيه من أول موسم وتأخذ جائزة وتكون البرامج التي كانت تنافسك في تلك الزورة يعني برامج رصينة وطويلة ومقدميها يعني ذو خضرة يعني تتكلم على عبات حمزة وتتكلم على تي من برامج التي قدمت في رمضان 2019 وإنت تفوز تتفوق يعني في هذا الجانب مو فقط هو مو اللي فاز مؤمون لا اللي فاز غي القمر بسيارةی öğrenلو щلوكواً اشتركوا في القناة